بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلاً ومرحباً بكم في هذا الجزء الرابع من المحاضرة الثانية بالمحور السادس سنتناول في هذا الفيديو شرح لأحد الأمثلة معنا هذا الهولو شافت مسلط عليه عزم بقيمة 500 نيوتر متر القطر الداخلي 30 ملي متر القطر الخارجي 40 ملي متر مطلوب حساب الإجهاد عند النقطة A وعند النقطة B بداية من المعلوم أن قانون الإجهاد هو سيجما يساوي plus or minus M Y على I الـ M معطى الـ Y أيضاً ممكن حسابه مطلوب حساب الـ I ابتداء وهو second moment of inertia بالنسبة للـ natural axis معنا الـ R-I نصف القطر الداخلي يساوي 15 ملي متر R-outer نصف القطر الخارج يساوي 20 ملي متر قانون الـ I يساوي pi على أربع R-I أس أربعة ناقص R أوتر أس أربعة يساوي 85.903 عشر أس سالب تسعة متر أس أربعة الـ YI تساوي 20 ملي متر يعني مكان الـ A هنا نصف القطر 20 ملي متر على المحور الذي حسبنا عليه هذا المحور الذي حسبنا عليه الـ I النقطة A هنا النقطة B هنا Sigma A تساوي سالب M-Y-A على I سالب لأنه إيش؟ لأنه النقطة A والنقطة B الاثنين جايين من جهة الإيش؟ من جهة الـ Compression من المعلوم أن هذه الجهة مشدودة Tension وهذه الجهة مضغوطة Compression فهذا ليش أضفنا المينس؟ نعوض الـ M بالـ 500 نيوتن متر الـ Y-A بـ 20 ملي متر والـ I حسبناها نتحصل على أنه Sigma A تساوي 116.4 ميجا باسكال بالنسبة للنقطة B Y-B تساوي 15 ملي متر Sigma B تساوي سالب M-Y-B على I يساوي سالب 500 نيوتن متر ضرب 15 ملي متر تقسيم الـ I اللي حسبناها نتحصل نهاية على Sigma B تساوي سالب 87.3 ميجا باسكال شIEف موسيقى